اشتركوا في القناة سنتعلم اليوم بإذن الله تعالى أولاً نصنف التفاعلات الكيميائية ثانياً نوضح تفاعل التكوين لنبدأ على بركة من الله كيف يتم تصنيف التفاعلات الكيميائية؟ إذن لدينا أنواع عدة من التفاعلات الكيميائية ليسهل دراستها تم تصنيفها إلى أقسام عدة سوف نتعلم في هذا الدرس بإذن الله تعالى أنواع التفاعلات الكيميائية أولاً ما هو تعريف التفاعل الكيميائي؟ التفاعل الكيميائي هو هو عبارة عن العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة ويسمى أيضاً بالتغير الكيميائي إذن نستطيع أن نطلق على التفاعل الكيميائي مصطلح التغير الكيميائي إذن هو عبارة عن العملية التي يتم فيها إعادة ترتيب الذرات في مادة أو أكثر لتكوين مواد مختلفة لتكوين مواد مختلفة أنواع التفاعلات الكيميائية تم تقسيم التفاعلات الكيميائية إلى أربع أقسام رئيسية هي كلاً من أولاً تفاعلات التكوين ثانياً تفاعلات الاحتراق ثالثاً تفاعلات التفكك رابعاً تفاعلات الإحلال إذن هذه هي الأقسام الرئيسية للتفاعلات الكيميائية هي كلاً من تفاعلات التكوين تفاعلات الاحتراق تفاعلات التفكك وتفاعلات الإحلال تم تصنيف التفاعلات الكيميائية لتنظيم الأعداد الكبيرة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث يوميا أيضا تم تصنيف التفاعلات الكيميائية ليشاعد على تذكرها وفهمها أيضا تم تصنيف التفاعلات الكيميائية ليشاعد على توقع نواتج الكثير منها إذن هنا تكمن أهمية تصنيف التفاعلات الكيميائية كما نلاحظ إذن تم تصنيف هذه التفاعلات لتنظيم الأعداد الكبيرة من التفاعلات الكيميائية التي تحدث يوميا أيضا ليشاعد على تذكرها وفهمها وثالثا ليشاعد على توقع نواتج الكثير منها هذه النقاط توضح أهمية تصنيف التفاعلات الكيميائية النوع الأول من أنواع التفاعلات الكيميائية هو عبارة عن تفاعل التكوين وتعرف تفاعل التكوين هو عبارة عن التفاعل يتم بين مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة إذن الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون مادة واحدة فقط الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون عبارة عن مادة واحدة فقط المعادلة العامة لتفاعل التكوين أو الصورة العامة لهذا التفاعل هي كالتالي A زائد B ليكون لدينا ماذا؟ كون لدينا مادة واحدة هي عبارة عن A B إذن نلاحظ أن هذه المعادلة تحاكي هذا التعريف الذي هو تعريف التفاعل التكوين إذن هو عبارة عن تفاعل بين مادتين إذن نلاحظ A زائد B إذن هذه هي المادتين التي توجد في المتفاعلات حدث بينهما تفاعل لتكون لدينا مادة واحدة في النواتج مادة واحدة في النواتج كما نلاحظ هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن AB إذن ينطبق على هذه المعادلة تعريف تفاعل التكوين تفاعل بين مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة تفاعل مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة إذن الصورة العامة لتفاعل التكوين هي كالتالي A زائد B ليكون لدينا مادة واحدة فقط وهي AB مثال لذلك نلاحظ لدينا هنا الشق الأيصر الذي يوجد على يصار السهم نطلق عليه اسم ماذا نطلق عليه اسم متفاعلات والشق الأيمن الذي يوجد على يمين السهم نطلق عليه اسم ماذا نطلق عليه اسم نواتج إذن لدينا هنا متفاعلات هي عبارة عن ماذا نلاحظ أن اللون الأصفر هو عبارة عن هيدروجين إذن عدد ذرات الهيدروجين في المتفاعلات 1 2 3 4 إذن لدينا 4 ذرات من الهيدروجين في المتفاعلات تفاعلت مع ماذا؟ تفاعلت مع ذرتان باللون الأزرق إذن لدينا اللون الأزرق هو عبارة عن ماذا؟ عن أكسجين إذن تفاعلت مع ذرتان من الأكسجين إذن حدث تفاعل بين الهيدروجين والأكسجين إذن هذه المادتان التي توجدان في المتفاعلات لتكون لدينا ماذا؟ كما نلاحظ هنا يتكون لدينا مركب الماء إذن هذا هنا الذي في الأعلى هو عبارة عن جزء ماء عبارة عن ماذا؟ عبارة عن ضرة أكسيجين كما نلاحظ مرتبطة بضرتاء أكسيجين إذن هذا الجزء الذي هنا يمثل الـ A-B إذن هذا المثال يحاكي الصيغة العامة لتفاعل التكوين إذن كما نلاحظ أن الهيدروجين الذي باللون الأصفر هو يمثل المادة A واللون الأزرق الأكسيجين يمثل المادة B إذن حدث التفاعل بين مادتين كما نلاحظ يتكون لدينا ماذا؟ يتكون لدينا مادة واحدة في النواتج إذن الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون مادة واحدة فقط الناتج يكون عبارة عن مادة واحدة فقط إذن هذا الجزء الآخر من الماء هذا الجزء آخر من الماء هو عبارة عن اتحاد بين الأكسيجين وضرتاء هيدروجين وضرتاء هيدروجين إذن هذه المعادلة بصيغة الرموز إذن نلاحظ لدينا H2 زائدا O2 تفاعلت هذه المادتين للكون الذين مركب واحد في النواتج وهو عبارة عن H2O إذن نلاحظ أن هذه المعادلة تحاكي الصيغة العامة لتفاعلات التكوين A زائد B ليكون لدينا مادة واحدة فقط وهي AB ليكون لدينا مادة واحدة وهي AB إذن نلاحظ هنا لدينا جزئا من الماء كما توضح هذه المعادلة التي في الأعلى هذا الجزئ الأول وهذا الجزئ الثاني واضح لدينا هنا جزئا إذن هذه عبارة عن مادة واحدة فقط وليس مادتان إذن لدينا هنا جزئا إذن وضعت هذه للوزن رقم 2 هنا وضعت لوزن المعادلة إذن لدينا جزئا ناتجان من اتحاد أربع ذرات من الهيدروجين وذرتان من الأكسجين إذن هذه الصيغة التي هنا التي هي عبارة عن معادلة تفاعل الهيدروجين مع الأكسجين ليكون لدينا الماء هذه المعادلة تحاكي الصيغة العامة لتفاعل التكوين التي هي A زائد B ليكون لدينا مادة واحدة هي عبارة عن AB إذن الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون عبارة عن مادة واحدة فقط أنواع تفاعلات التكوين تم تقسيم تفاعلات التكوين إلى ثلاثة أقسام هي كالتالي النوع الأول تفاعل عنصران لإنتاج مركب واحد مثال لذلك نلاحظ لدينا هنا المتفاعلات هي عبارة عن صوديوم زائد كلور تفاعل مع بعضهما ليكون لدينا مركب هو عبارة عن كلوريد الصوديوم إذن نلاحظ لدينا في المتفاعلات عنصر زائد عنصر إذن كلور هو عبارة عن عنصر في حالة ثنائية الظرة حالة ثنائية الظرة إذن حدث بينهما تفاعل يكون لدينا مركب واحد في النواتج إذن نلاحظ أن الشرط الأساسي في تفاعلة التكوين هو أن الناتج عبارة عن مركب واحد أيضا الناتج عبارة عن مركب واحد إذن هذا مثال تفاعل عنصر مع عنصر لإنتاج مركب واحد مثال آخر لدينا هنا الهيدروجين زائد النيتروجين إذن نلاحظ أن الهيدروجين هو عبارة عن عنصر في حالة ثناء الضرة والنيتروجين أيضا عنصر في حالة ثناء الضرة حدث بينهما تفاعل لإنتاج مركب واحد من النشاتر إذن نلاحظ لدينا هنا مركب واحد إذن أيضا يحاكي الصيغة العامة لتفاعلات التكوين A زائد B ليكون لدينا مادة هي عبارة عن AB إذن الشرط الأساسي في تفاعل التكوين هو أن الناتج عبارة عن مركب واحد أيضا مركب واحد أيضا وتم تطبيقه في هذا المثال النوع الآخر من تفاعلات التكوين هو تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد مثال لذلك نلاحظ لدينا هنا في المتفاعلات ثاني أكسيد الكبريت الذي تفاعل مع الأكسجين نلاحظ هنا هذا المادة الأولى هي عبارة عن مركب المادة الأولى هي عبارة عن مركب ثاني أكسيد الكبريت الذي تفاعلت مع ماذا؟ مع عنصر الأكسجين نلاحظ أن عنصر الأكسجين هو عنصر في حالة ثنائي الضرة إذن حدث بينهما تفاعل لإنتاج مادة واحدة فقط في النواتج وهي عبارة عن ثالث أكسيد الكبريت إذن أن هذا المثال أو هذه المعادلة تحقق الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين وهو أن الناتج يكون مركب واحد إذن كما نلاحظ نوع الثاني هو تفاعل عنصر مع مركب إذن هذا هو العنصر وهذا المركب حدث بينهما تفاعل لإنتاج ماذا؟ لإنتاج مركب واحد إذن هذا هو المركب الواحد مثال آخر لدينا متفاعلات هو عبارة عن أول أكسيد الكربون زائد الأكسجين إذن مركب زائد عنصر حدث بينهما تفاعل لإكون لدينا مادة واحدة فقط وهو عبارة عن ثاني أكسيد الكربون إذن دائما نلاحظ أن الشرط الأساسي في تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون مركب واحد فقط النوع الثالث من تفاعلات التكوين هي عبارة عن تفاعل مركب مع مركب لإنتاج مركب واحد مثال لذلك نلاحظ لدينا المركب الأول هو عبارة عن أكسيد الكاليسيوم أكسيد الكاليسيوم الذي تفاعل مع مركب الماء إذن لدينا هنا في هذه المعادلة مركب مع مركب إذن لدينا هنا في هذه المعادلة مركب مع مركب تفاعلت مع بعضهما هذه المركبات لإنتاج ماذا؟ لإنتاج مادة واحدة إذن المادة الواحدة هي عبارة عن ماذا؟ هي عبارة عن هيدروكسيد الكاليسيوم إذن مركب واحد هو عبارة عن هيدروكسيد الكاليسيوم إذن أخذنا جميع الأنواع الثلاثة الآن لتفاعلات التكوين النوع الأول هو عبارة عن تفاعل عنصر مع عنصر لإنتاج مركب واحد والنوع الثاني هو تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد والنوع الثالث هو تفاعل مركب مع مركب لإنتاج مركب واحد وفي جميع الأنواع الثلاثة من تفاعلات التكوين نلاحظ أن النواتج هي عبارة عن مركب واحد إذن الشرط الأساسي في تفاولات التكوين ينطبق على جميع الأنواع الثلاثة وهو أن الناتج يكون مركب واحد فقط تدريب واحد تفاعل كيميائي تتحد فيه مادة وأكثر لإنتاج مادة واحدة هل هو عبارة عن تفاعل التكوين أم هو تفاعل الاحتراق أم هو تفاعل التفكك ما هي الإجابة الصحيحة؟ الإجابة هي تفاعل التكوين إذن هو عبارة عن تفاعل تتحد فيه مادة أو أكثر لتكوين مادة واحدة لتكوين مادة واحدة إذن الشرط الأساسي في تفاعل التكوين أن يكون الناتج هو عبارة عن مادة واحدة فقط التدريب الثاني أكتب معادلة التكوين اللفظية التالية على هيئة رموز موزونة إذن لدينا هنا معادلة نريد أن نحولها إلى معادلة رموزية موزونة إذن هي معادلة لفظية نريد أن نحولها إلى معادلة رموز كيميائية إذن الألمنيوم رمز الألمنيوم AL زائد الكبريت يرمز الكبريت بالرمز S2 إذن عنصر في حالة ثنائي الضرة يكون لدينا ماذا؟ إذن حدث بينهما تفاعل يكون لدينا مركب هو عبارة عن كبريتيد الألمنيوم والصيغة الصحيحة لهذا المركب هي بالشكل التالي AL2S3 إذن نلاحظ أن المعادلة هي عبارة عن معادلة رمزية احتوت على الرموز والرقام للتعبير عن المتفاعلات والنواتج هل هذه المعادلة موزونة أم لا؟ إذن أتأكد من ذلك لدينا الألمنيوم في المتفاعلات أربع ذرات يقابله في النواتج أربع ذرات إذن الألمنيوم موزون ننتقل لعنصر الآخر في هذه المعادلة وهو الكبريت لدينا عنصر الكبريت في المتفاعلات سد ذرات ويقابله في النواتج أيضا سد ذرات إذن هذه المعادلة موزونة هذه المعادلة موزونة تبقى لدينا السؤال آخر هل هذه المعادلة تعتبر تفاعل تكوين أم لا؟ هل هذه المعادلة تعتبر تفاعل تكوين أم لا؟ الإجابة هي أن هذه المعادلة نعم تعتبر تفاعل تكوين تعتبر تفاعل تكوين لماذا؟ لأن لدينا المادة الناتجة أو النواتج هي عبارة عن مركب واحد إذن الشرط الأساسي في تفاعل التكوين هو أن الناتج يكون عبارة عن مركب واحد إذن نلاحظ أن هذه المعادلة تحاكي الصيغة العامة لتفاعل التكوين تحاكي الصيغة العامة لتفاعل التكوين والصيغة العامة هي كالتالي A زائد B ليكون لدينا مادة هي عبارة عن AB إذن نلاحظ أن هذه المعادلة أو الصيغة العامة لتفاعل التكوين كما نلاحظ هنا A زائد B يكون لدينا مادة هي عبارة عن اتحاد AB إذن والمثال الذي لدينا الامونيوم زائد كبريت يكون لدينا كبريتيد الالمونيوم التدريب الثالث أكتب معادلة تكوين غاز ثاني أكسيد النيتروجين أكتب معادلة تكوين غاز ثاني أكسيد النيتروجين والأكسجين لإنتاج غاز خامس أكسيد ثناء النيتروجين على هيئة رموز موزونة إذن لدينا هنا معادلة لفظية نريد أن نحولها إلى معادلة رموز كيميائية موزونة إذن المركب الأول في المتفاعلات هو عبارة عن غاز ثاني أكسيد النيتروجين إذن رمز غاز ثاني أكسيد النيتروجين هو O2 زائد ماذا زائد الأكسجين O2 لإنتاج مركب هو عبارة عن خامس أكسيد ثناء النيتروجين والصيغة الكيميائية له N2O5 هل هذه المعادلة موزونة أم لا إذن لدينا النيتروجين أربع ذرات في المتفاعلات يقابله أربع ذرات في النواتج إذن النيتروجين موزون والأكسجين عدد ذرات الأكسجين في المتفاعلات هي عبارة عن 10 ذرات في المتفاعلات 10 ذرات في المتفاعلات يقابله أيضا 10 ذرات في النواتج إذن الأكسجين موزون إذن الآن المعادلة موزونة تبقى لدينا سؤال آخر هل هذه المعادلة تمثل تفاعل تكوين أم لا هل هذه المعادلة تمثل تفاعل تكوين أم لا ما هي الإجابة؟ الإجابة نعم أنها تمثل تفاعل تكوين لماذا؟ لأن الناتج لدينا هنا مادة واحدة لدينا الناتج هو عبارة عن مركب واحد إذن الناتج هي عبارة عن مادة واحدة إذن أي نوع من أنواع تفاعل التكوين هذه المعادلة؟ لدينا ثلاثة أنواع من تفاعل التكوين نوع الأول هو عبارة عن عنصر مع عنصر والنوع الثاني هو عبارة عن عنصر مع مركب والنوع الثالث هو عبارة عن مركب مع مركب إذن تحت أي نوع من أنواع تفاعلات التكوين تندرج هذه المعادلة ما هي الإجابة الإجابة هي أن هذه المعادلة تندرج تحت نوع تفاعل عنصر مع مركب العنصر هو عبارة عن عنصر الأكسيجين الذي هو في حالة ثناء الذرة والمركب هو غاز ثاني أكسيد النيتروجين الذي تفاعل مع بعضهما لإنتاج مادة واحدة إذن الشرط الأساسي في جميع أنواع تفاعلات التكوين هو أن الناتج يكون عبارة عن مادة واحدة وصلنا إلى التقويم السؤال الأول المعادلة التالية تمثل واحدة المعادلة هي عبارة عن مغنيسيوم زائد نيتروجين يكون لدينا نيتريد المغنيسيوم هل هذه المعادلة تمثل تفاعل عنصر مع عنصر أم تمثل تفاعل عنصر مع مركب أم تمثل تفاعل مركب مع مركب ما هي الإجابة الصحيحة؟ أولاً هل هذه المعادلة تعتبر معادلة تفاعل تكوين أم لا؟ إذن نلاحظ أن المادة الناتجة هي عبارة عن مادة واحدة إذن نستطيع أن نطلق على هذه المعادلة معادلة تكوين لأن المادة الناتجة عبارة عن مركب واحد أو مادة واحدة إذن تحت أي نوع من أنواع تفاعل التكوين تندرج هذه المعادلة؟ هل تحت نوع عنصر مع عنصر أم عنصر مع مركب أم مركب مع مركب إذن بما أنها تفاعلة تكوين إذن نستطيع أن نميز ذلك من خلال المتفاعلات إذن نعود الآن إلى المتفاعلات نلواحظ أننا لدينا المغنيسيوم زائد النيتروجين مغنيسيوم زائد النيتروجين إذن هي عبارة عن عناصر مغنيسيوم عنصر والنيتروجين عنصر في حالة ثناء الذرة إذن الإجابة هي أن هذه المعادرة تندرج تحت نوع تفاعل عنصر مع عنصر السؤال التالي من الأمثل على تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد أولا ألمنيوم زائد يود يكون لدينا مركب هو عبارة عن يوديد الألمنيوم ثانيا ثاني أكسيد الكبريت زائد الأكسيجين ليكون لدينا مركب هو عبارة عن ثالث أكسيد الكبريت ثالثا أكسيد الكاليسيوم زائد الماء ليكون لدينا مركب هو عبارة عن هيدروكسيد الكاليسيوم ما هي الإجابة الصحيحة؟ إذن نلاحظ أن لدينا هنا السؤال يقول نريد مثال على تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد إذن ما هي الإجابة الصحية هل هي المعادلة الأولى أم المعادلة الثانية أم المعادلة الثالثة إذن لنبدأ الآن بالنواتج أولا نراحظ أن جميع النواتج في هذه المعادلة الثلاث هي عبارة عن مركب واحد إذن جميع هذه المعادلة الثلاث تحقق تفاعل التكوين إذن ننتقل الآن إلى المتفاعلات المعادلة الأولى هي عبارة عن تفاعل عنصر الألمنيوم مع عنصر اليود الذي هو في حال الثنائي الثراء إذن المعادلة الأولى هي عبارة عن عنصر مع عنصر إذن يتم استبعادها المعادلة الثانية نلاحظ أنه لدينا هنا ماذا؟ لدينا ثاني أكسيد الكبريت الذي هو عبارة عن مركب الذي تفعل مع ماذا؟ تفعل مع عنصر الأكسيجين الذي هو في حالة ثنائي الذرة لإنتاج مادة واحدة الذي هو عبارة عن ثالث أكسيد الكبريت إذن هذه المعادلة تمثل تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد وهو المطلوب إذن الإجابة الصحيحة هي الفقرة الثانية نلاحظ أن الفقرة الثالثة هو تفاعل مركب مع مركب المادة الأولى هي عبارة عن أكسيد الكاليسيوم الذي تفاعل مع مركب الماب إذن المعادلة الثالثة تمثل تفاعل مركب مع مركب لإنتاج مادة واحدة ننتقلل للسؤال التالي أي المعادلات التالية تمثل تفاعل تقوίν المعادلة الأولى AL زائد S يكون لدينا AL2S3 إذن ألمنيوم زائد كبريت يكون لدينا كبريتيد الألمنيوم ثانيا C4H10 زائد O2 يكون لدينا CO2 زائد H2O إذن لدينا هنا بيوتان زائد أكسيجين تفعل ما بعضهما ليكون لدينا ثاني أكسيد الكربون زائد الماء ثالثا نيتريد المغنيسيوم تفكك ليكون لدينا المغنيسيوم زائد النيتروجين إذن MG3 N2 تفككت ليكون لدينا MG زائد N2 إذن أي المعادلات الثلاثة تمثل تفاعل تكوين هل المعادلة الأولى أم المعادلة الثانية أم المعادلة الثالثة ما هي الإجابة الصحيحة إذن نلاحظ أن في المعادلة الثلاثة المعادلة الأولى لدينا مركب واحد في النواتج إذن تحقق تفاعل التكوين والمعادلة الثانية لدينا مركبان في النواتج إذن لا تحقق تفاعل التكوين إذن يتم استبعاد المعادلة الثانية وفي المعادلة الثالثة لدينا عنصران أو مادتان في النواتج إذن يتم استبعادها أيضا لأنها لا تمثل تفاعل التكوين إذن المعادلة الأولى هي الوحيدة التي تمثل تفاعل تكوين لأن الناتج هو عبارة عن مادة واحدة إذن الجابة هي المعادلة الأولى وصلنا إلى خلاصة الدرس أخذنا في درسنا لهذا اليوم تصنيف التفاعلات الكيميائية وأنه تم تقسيمها إلى أربع أكسام رئيسية هي كل من تفاعلات التكوين وتفاعلات الاحتراق وتفاعلات التفكك وتفاعلات الإحلال ثم أخذنا بعد ذلك النوع الأول وهي عبارة عن تفاعلات التكوين وقلنا تعريفها هو عبارة عن تفاعل مادتين أو أكثر لإنتاج مادة واحدة والصورة العامة لهذا التفاعل هي عبارة عن A زائد B ليكون لدينا مركب واحد هو عبارة عن AB ثم أخذنا بعد ذلك النواع الثلاثة لتفاعلة التكوين النوع الأول هو عبارة عن تفاعل عنصر مع عنصر لإنتاج مركب واحد والنوع الثاني هو عبارة عن تفاعل عنصر مع مركب لإنتاج مركب واحد والنوع الثالث هو عبارة عن تفاعل مركب مع مركب لإنتاج مركب واحد والذي يميز تفاعلات التكوين الثلاثة أن الشرط الأساسي بها هو أن الناتج يكون مركب واحد فقط وصلنا إلى ختام درسنا لهذا اليوم نتمنى لكم التوفيق والسداد ونراكم فيروس قادمة بإذن الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهدنا لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي اشتركوا في القناة